هذا وقد حققت المملكة العربية السعودية الشقيقة لجاحا باهرا في إدارة وتنظيم موسم الحاج لعام 1443 هجريا بفضل الجهود والإمكانات المميزة التي وفرتها المملكة لأداء هذا الركن الإسلامي العظيم نعم وضافت حكومة خدم الحرمين الشريفين نجاحا استثنائيا يضاف إلى نجاحات الأعوام السابقة وحققت غايتها على الوجه الأكمل في خدمة ضيوف الرحمن ضمن استعدادات كاملة وأجواء آمنة مرة أخرى وعاما تلو الآخر تحقق المملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحا باهرا بفضل الجهود الاستثنائية والجبارة التي بذلتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام تنظيم دقيق وناجح للشعائر وجاهزية عالية في كفة المشاعر المقدسة انسي بيت حركة مئات الآلاف من الحجيج كل هذه العوامل المشتركة أكدت قدرة المملكة العربية السعودية الفائقة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وما تبذله من جهود في أداء رسالتها الإسلامية العظيمة في رعاية ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم على الوجه الأكمل أكد أن السعودية لم تتوان في يوم من الأيام عن تسخير كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة زوار بيت الله الحرام كما حظي الحجاج باهتمام بالغ من مختلف الجهات لضمان تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة عبر التسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على سلامة الحجاج وصحتهم وهو ما يؤكد ما تتمتع به المملكة الشقيقة من كفاءة وتميز في إدارة وتنظيم هذا التجمع البشري الكبير وفي جميع الظروف وسعت المملكة العربية السعودية إلى توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام ورعايتهم والسهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طبأنينة وسهولة ويسر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد